السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سوف نرى الأسئلة التي تكون في الانتحان الموحد بالنسبة لمادة رياضيات يعني هذه الأسئلة هم اللي خصني نتدرب عليهم مثلا عدنا رب عدل المجالة المجال الأول الأعداد والحساب التي بتكفوها تكون في فرق عدد صحيح طبيعي ١ يعني العملية بالطرح نتدرب عليها حسب مجموع تجوز جداء أعدل إلى كسرية نطلب علي الحساب estilo جمع ورح والجداء الحساب أعدل الصحيح طبيعي وعيد ١ حساب الخارج المضبوط للقسمة لقسمة عدد صحيح طبيعي كتابة عاملين ضرب عددين صحيحيين طبيعيين حساب مجموع فرق عددين ستينيين مكونين من الساعات والدقائق يعني هذه العملية خاصة ندرب عليهم الجوداء والضرب والناقيس والقسمة دل الأعداد الكسرية دل الأعداد الستينية والأعداد العشرية بالنسبة للمجال الثاني وهو المجال الدل التناسبية يعني قد تكون واحدة للمسألة هل مسألة تتعلق بالتناسبية قد تكون فيها النسبة المئوية ولا سعر الفائدة ولا السرعة المتوسطة ولا سلام التصاميم والخرائط ولا الكتلة الحجمية هذو خاصة ندرب عليهم تهمن ندرب عليهم مسائل فهذا المجال هذا بالهندسة كي يكون إنشاء زوايا يعني إنشاء زاوية سواء بمعرفة قياسها وإنشاء منصفها يعني كيفاش ننشأه منصف جلس الزاوية أيضا إنشاء أشكال هندسية الاعتيادية سواء مضلع رباعي أو متولات أو دائرة باستعمال الأدوات الهندسية أيضا التماثل المحواري كي يطلبون مننا أحيانا إنشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي سواء المتلات أو مضلع أو مربع أو لا نقوم بتكبير دائله أو تصغير دائله ثم مساحة المضلعات يعني خاصة نكون عارفة مساحة دائل لمضلعات واحد المسألة أغالي منك تكون مسألة مثلا جل شي حق ولا جل شي بوستان كي يطلبون مننا نحسب المساحة دائلها وتقدر تكون على شكل مدلات أو مربع أو مفسطيل ونحن نحسب المساحة دائل هذه المضلعات ثم المجل الرئيسي الثالث القياس يجب أن نكون عارفة القياسات يعني نكون حافظة الجدول للقياسات وتحويلات تحويل قياس الطول تحويل قياس الكتلة تحويل قياس المساحة أيضا تحويل قياس الساعة هذا الجدول كلهم يجب أن نكون مراجعهم وحافظهم المجال الفرعي الثاني وهو حجم المجال السامات يعني يجب أن نكون حارف الحجوم المكعب ومتوازن المستقيلات والأسطوان القائمة والموشور القائم المجال الرئيسي الرابع لتنظيم ومعالجة البيانات غالبا يكون واحد المسألة لكن نقوم بالحل ديالها يجب أن نقرأها مزيان ونستخرج من هذه البيانات فيها ونضمها في الجدول ونجاوبوا عليها وبالتوفيق لكم إن شاء الله